اشتركوا في القناة لا انت كده شايفني بجد بقى اقولك اي الببخة هروح شوفني اوكي بواي انت كنت اتشغل اه زاكي ماريومة ماريومة عزماني حسن من نغرتك خلصي كلامك معا بخصوص الفيلة بتاعتك وتعالي خديني من تحت اه اوكي انا عارف انتكلمتيني كذا مرة وقلت الناديين من مكر هي اجابت السؤال صعبة اوي كده كل ده مش لاي اجابة ولا انسيت ان انا سألتك سؤال من الاساس انا لسه مستني الرد على فكر ماريومة انا مش ماريومة ماريومة دي عائلة صغيرة وانا مش صغيرة انت يا رقب انت عرفتها في حياتي وانا لو هبقى بعمري ما اتمنى ام الاولادي احسن منك بس ما هي التقديمه العظيمة دي دايما بيبقى وراها بس بس ايه بقى هقولك انا بس ايه واضح ان انت مش هايفني زي ما انا شايفك انا لازم امشي المفهودة على حسب المواعيد اللي انا مراح رحاها معاكو ان انا ستلم التصميمات دي من اكتر من شهر ومزنش ان انتو ها لدرجة ان انا افكركم انو شغل ناس تانية مدواقف على شغلكم لا دكتور حقيق عارفة كويس ان احنا طبعا مش هواي بس موضوع التصميمات دا دايما هو انت اللي مفروض تتكلم عن التصميمات دي يا فادي دي التصميمات هداية مني لك هندفع اي شروع الجزائية ومش هنرجي ولا عقل غير لما الدكتورة تتاكد تماما ان احنا انا تخصر معاش ولا جنيه من الملايين الكتير اوي ثانية واحدة يا باش مهندس لو صمحت لو وقتك يسمح احب ان انا بوص على التصميمات دي انا وانت الواحدين ثانية واحدة انا عارفة ان انا قصبي فرتت مني غاصب عني ما عرفتش كمري ما خوفت من فكرة ان انا قفت حتى غرقك بس انا مش ابنك ولا بوزك ولا حتى صاحبك احنا اللي بيننا مفهوم ما ينفعش بحاجة تانية علاقة بحترمها جدا وبحترم خصوصياتها كمان بس لا لا علاقة دي ولا اي علاقة تسمحلك انك تكلميني كده لا قدام الناس ولا حتى بينك وبين نفسك انا اختفيت يا فريد علشان انا بحب وانا لما بحب ان ما بخونش اللي كانت موجودة ايوم اللي افتتاه اللي كانت لابسة صليم يا عبدالله هيا اللي جايبها لك تنسان العدرة مش كده يا عبدالله انا بحبك وانت بتحبيني ما تعرف كويس او ان اللي حصل بينهم وما يحصل بينك وبين اي واحدة تعرف عبدالله سور يا فريد عليا اسف اهلا الهيات دي اهلا الهيات دي اه اهه دي عبدالله يونس هنجيب التصميمات علشان نتجوز يا اميرة نتجوز مرة واحدة لا مش مرة واحدة احنا بقلنا 11 سنة بنحب بعض وحتى احنا مش مع بعض لا انت عرفت تحب حدي غيري ولا انا عرفت تحب حدي غيرك بس السبب اللي احنا سبنا بعض علشانه لسه موجود يا عبدالله وهيفضل موجود ما تتحكيش عن نفسك يا أميرة مفيش سبب في الدنيا منعنا ان احنا نحب بعض عبدالله انت وعدت انك هتفضل جنبي من غير اي ضغوط او التزامات انا ما بتغدش عليك بس انا بجد محتاج لك وانا مقدرش ارتكب خطيئة زي دي خطيئة ايوة خطيئة وما تختفرش كمان اميرة لو عايزة تفضلي على دينك انا معنديش مانع مفيش حاجة في ديني اسمها كده وانا بحب ديني قوي ومتمسكة بيه وانا هفضل محترمه توعدني لو اتجوزنا ما نجيبشي ولاد توعدني طب بلاش تقبل لو اجيبنا ولاد يفضلوا على ديني انا شرعا ماينفعش عشان شرعك غير شرعي ودينك غير ديني انا ما عنديش استعداد اجيب ولاد واكرر معاهم نفسه مأساتي في علاقتي مع بابا مش حقيقي انك مبتضغطش علي يا عبدالله انت كده بتضغط علي قوي وانا مش نقصة واجعة ومش معقول ربنا اللي يكون نخلق جوانا كل الحب ده خلقنا عشان يعزبنا انت مش شرعك ودينك بيقول ان الله محبة طب انا من غيرك ممكن اموت امير انا بحبك قوي وانا بحبك قوي يا عبدالله محتاج لك اكتر من انت محتاج لألف امر يبقى نتجوز نفسي ضعيفة قوي ما بحسش ان عايشة غير وهو معايا ايدي بتحب تبصنوا ايدي بتحب تنمسوا بحب رحتوا ايدي بتحب تنمسوا اے لقد رحتوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل ترونها معي؟ هل ترونها أم لا؟ هل تلعبوا لعبة خائبة ومخبيها لكي تعرفوا أني أحبها؟ صح؟ هل تلعبوا لعبة خائبة ومخبيها؟ ومش عايز حاجب الدنيا غيرها والله العظيم بحبها أنا مش هعلق معاك وأقولك إن اللي عملته ده صح علشان أنت شايفة غلط ولأن وحياتك مش عارف إيه هو الصح وإيه هو الغلط لكن مش هقدر أعيش في الدنيا دي غير وأنا سعيد وحمري ما كنت حب أسعيد لو ما كنتش عملت اللي عملته ده بحباها أمير موسيقى 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 أبوس رجلك يا بوسا ما تقوليش كده بنا طول ما أنا شايفك كده حموت من الحصر عليك تعبان أو يا أمي تعبان وماليش نفسي عمل أي حاجة نفسي رجع استخد رجوا بطنك تاني بطن إيه اللي عايز ترجع لها وانت شاحتك راجل صحيح رجولة تبقى مصمم تاخد اللي انت عايزه لكن بدا ما قدرشش تخليه عليك طول السنين دي يبقى أمرا ما كانت ليك ولا عاجبة ما فيش حضن قدفة من حضنك يا بوسا حضن الست لما تبقى راجلها لوحدو حضن فيه حنية ونس وعشرة وهي محلوها قايم كتير مرة بس الحلم بنس المرة عبدالله الحم لقالك حضن ودفي نفسك فيه يا حبيبي نعم 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 مش حقيق على فكرة حلوة او الشغل اللي انت عمله هنا في الشالية بس ايه واقف لوحدك ليه؟ بابا تعالي لنا اكيد مكسوفوا الكلام الحلو اللي الناس قالت هو لك عن ديزاين اللي انت عمله ميف اقول لك على حاجة؟ طبعا بسوري عالكلام اللي قلت هو لك اخير موضوع مش عارفة اقولت كده ساي كانش ينفع ولكده خالص اصلا ما كانش ينفع عشايلك كزان باحساسها انا اللي كنت حساي انت بلكش عايدي دعوى بيه بس بس طوص بعاني ما عرفتش عامل كنترول بس ايه وانا ينفع طلب ايدك من باباكا دلواتي حلال شادي بابي ازاك حبيبي اصلا اصلا انا اعمل حسابك من اللي اقتبطش حاجة اوية عشان حبيبي ارفع اه اه عشان حبيبي اية اوية موسيقى اصلا اخلي امي هي اللي توديها ولا فادي وايه وعا تقول الكلام ده قدامه حرام عليك الراجل واقف معاك من الصبح ناقص يعمل لك نفسه سجادة عايز ايه تاني منه والله يا عارفة عارفة والله ان انا لازم ابقى معاك في يوم زي ده غصب غصب عني عبدال غصب عني ومش عايزك تقلق نديم الفوتوغرافر اللي انا بحتهولك اشتر مني صور ايه ونديم مين هو انا محتاج لك عشان تصورينا لا يا ندين مينفعش مجيش خلي ما انت اقتقد معاك هلو 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 خارج نطاق الزفت انت قاد اتا نحل انت فيها دي انت فاهم يعنيه ندين ما تحضرش فرحين ما تنزل خد روضة وديها اي مستشفى مش لازم تروح لقد دكتورها بالليل مخصوص يعني وكمان انا مش شايف فيها ازمة ما يكون لشوية بتسخن وبتخف مفيش كارسة يعني ايه التلامة اللي نزل على اهلك دي انت مش قلقان على بنتك حتى مش قلقان يا عبدالله لانا ما فيهاش حاجة ولا عيانة ولا بترجع يعني ايه بقى الكلام ده شوف انت اللي يخالي ندين انتمتك واكتر واحدة في الدنيا بتفهمك وانت اكتر واحد في الدنيا بيفهمها ما تبقاش عايزة تحضر فرحك ما تبقاش عايزة تشوفك عريس في الكوش انت بجد عبدالله عمرك ما فكرت انا وندين اتطلقنا ليه؟ مرحل ما تبقاش عايزة تاكديه مرحل 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 هل لازم نفض الشراكة اللي بنا وبروك يا بوتي فاتيما تأخذ المنزل إلى المنزل ونذهب إلى المنزل يا حبيب ما مقدم واختي ولد من شاء الله يعرفين أنا وابني ماشيين رجعين إزا مالك اه انت واختي بقى قرار وفكار فيه ومش رجع فيه أنا خلاص ما بقيتش قدرة تنبلي وإيه اللي جده عشان تأخذ افرار زلدان انت شايف ان ما فيش حاجة جدد في حياتنا انت فعلا كنت عايزنا نروحي فرحة قول عليسك نعمل واحد حبيته واضح نحبي كيش شاكلكم بيعرفك عشان ننام معاك طلقني انت طلق يا فريد ويهل رجعك الزمالك ما ترجعك كتكات أحسن عمري ما هرجعك كتكات وهفضل الدكتورة فريدة هاني من ريدي دحق أنا دفعت تمام ووفيت بكل شروط الاتفاق بس ما فيش أقدمالوش مدة والمدة خلصت ومش ناوي أجدد ممكن تسيموني الواحدي ممكن تسيموني الواحدي طب منفضلكم بقى ممكن في القوذة التانية شوية معلش وحضرتك كمان يا مام معلش أنا أسف طب إيهدي حبيتي أنا مقبوضة لي مش خلاص كنت هتموتي وتتجاوز يا عبدالله ومنتها تتجاوز يا عبدالله مقبوضة لي بقى بس أنا حتى ملحقتش في السبق ده أعرف لو كان عبدالله بيحبني أساساً ولا لا طب هو أنا المفروض هبقى سعيدة وأنا مع من فيه اللي فهم أني بحبه ولا اللي متأكد أنه بيحبني يا رب موسيقى موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة